إمام بالحاج عسية القلعة الكبيرة انخرط في حزب أثيق تونس ومترشحة في القايمة البلدية المطمئة الحزب على خاطر أني نحب نغير في بلدتي برشة حاجات في جميع المجالات كما الصحة اللي نجمو نحسن في سبيتاراتنا في الخدمات الصحية وكذلك نوفروا طب الاختصاص وخاصة طب الأطفال التعليم اللي نجمو نحدو من الإنقطاع المبكر للتعليم وحتى الصغيرات اللي بطلوا من القراية نجمو نعملون لهم إحاطة ونعملوا منهم مستقبل مشروع ناجح مش مشروع إرهابي زادة كيف كيف التنمية علش ما نعملوش دي سيركوي سنتي وقلا دي زونفيرت تلقى العائلات وتتفرد وتتفرد صغيراتها بدون حتى تكلفة المجال الثقافي زادة نجمو تليها وأكثر بدون الشباب والثقافة نكسر من التضاوية الثقافية خطر أني نعتبر أن الثقافة هي بوابة المجالات الأخرى لكل وبرشة أهداف أخرى أفاق تونس هو اسم على المسمى يشتغل على المداء الطويل لأنه مؤمن أن الشباب هو مستقبل البلاد واني وجميع الشباب اللي في القايمة الحزبية نحاولوا والهدف المتاعنا أنه نحاولوا أن نترقى نرقي بعقلية وثقافة القلع الحر اللي يحب بلاده ويحب القلعة الكبيرة وتحياء القلعة ترجمة نانسي قنقر